بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم طلاب العزاء مرة تانية في مقرر بحوث العمليات موضوعنا اليوم هو الفصل الرابع وهي مشكلة النقل أهدافنا في هذا الفصل رقم واحد التعرف على خصائص وعناصر مشكلة النقل رقم اتنين تمثيل مشكلة النقل بشبكة عمل رقم ثلاثة صياغة مشكلة النقل في صورة برنامج خطي إيجاد الحل الأولي لمشكلة النقل ثم إيجاد الحل الأمثل لمشكلة النقل وأخيرا معالجة الحالات الخاصة في مشكلة النقل مشكلة النقل أولا ما هي مشكلة النقل مشكلة النقل تعالج بصفة عامة مشاكل نقل البضائع وتوزيعها من خلال إعداد خطة بأقل تكلفة لتوزيع السلع القادمة من مراكز عرض على مراكز طلب مختلفة ومشكلة النقل تعتبر حالة خاصة من البرمجة الخطية عناصر مشكلة النقل ثلاثة عناصر أساسية العنصر الأول عدد من مراكز العرض عدد M من مراكز العرض ثلاثة أربعة خمس مراكز عرض وما إلى ذلك مراكز العرض هي المصانع والمستودعات لكل منها كمية عرض محددة ننموز لها بالرمز S إذن كمية العرض لمركز العرض الأول ننموز لها بالرمز S1 لمركز العرض الثاني S2 وهكذا إلى SM عدد N العنصر الثاني من عناصر مشكلة النقل عدد N من مراكز الطلب مراكز الطلب لها المراكز التجارية زبائن محدد مواقعهم وما إلى ذلك لكل منها كمية طلب محددة كمية الطلب هنا نحن ننموز لها بالرمز D فهيكون عندي دي واحد كمية الطلب لمركز الطلب الأول دي اثنين لمركز الطلب الثاني وهكذا إلى D العنصر الثالث من عناصر مشكلة النقل هي التكلفة تكلفة نقل الوحدة الواحدة من هذا المنتج من رمز لها بالرمز C MN من مركز العرض M إلى مركز الطلب N أي على سبيل المثال تكلفة نقل الوحدة الواحدة من مركز العرض الأول إلى مركز الطلب الثاني حيكون الرمزها C 1 2 وهكذا تمثيل مشكلة النقل بشبكة عمل حنوضح على شبكة العمل هذه العناصر الثلاثة مرة تانية وهو عدد من مراكز العرض بتمثل في الجهة اليسرى واحد مركز العرض الأول الثاني الثالث وهكذا جميع مراكز العرض توضع في هذا المكان وبجوارها يوضع كمية العرض المتاحة في كل مركز من هذه المراكز مراكز الطلب توضع بالجهة اليسرى مركز الطلب الأول الثاني الثالث إلى آخر مركز طلب اللي بنرمزل بالرمز N كمية الطلب D1 D2 D3 إلى DN تكلفة نقل الوحدة الواحدة توضع على الأسهم هذه القيمة C1-1 بتكون تكلفة نقل الواحدة الواحدة من مركز العرض الأول إلى مركز الطلب الأول C1-2 تكلفة النقل من 1 إلى 2 من مركز العرض رقم 1 إلى مركز الطلب رقم 2 وهكذا هذه الشبكة أو هذه الصورة أو هذا الرسم يسمى شبكة العمل سياغة مشكلة النقل في شكل نموذج خطي المجاهيل هنا في مشكلة النقل بتكون XI-G وهي عدد الوحدات التي ستنقل من مركز العرض I من مركز عرض معين إلى مركز طلب معين فX ما جاهلنا دايما في نموذج مشكلة النقل بتكون XI-G بمعنى بيكون عندي إذا افترضنا أن عندي مركزين للعرض 1 و2 و3 مراكز للطلب 1 و2 و3 سيكون عندي X1-1 للمجهول الأول X1-2 للمجهول الثاني X1-3 وX2-1 وX2-2 وX2-3 أي أن سيكون لدينا 6 مجاهي في هذه الحالة يمكن كتابة دلة الهدف والتي تمثل التكلفة الكلية للنقل دلة الهدف في مشكلة النقل هي التكلفة الكلية للنقل وبتكون في هذه الصورة حاصل ضرب تكلفة نقل الوحدة الواحدة في المجهول فحيكون عندي C1-1 أضربها في X1-1 C1-2 في X1-2 وهكذا إلى C1-N أضربها في X1-N زائد C2-1 ضرب X2-1 C2-2 ضرب X2-2 وهكذا إلى C2-N ضرب X2-N وهكذا ضرب التكلفة CM1 في XM1 CM2-XM2 CMN في XMN هنوضح هذا بمثال حالة قيود العرض بيكون عندي عدد من القيود تسمى قيود العرض عددها يساوي عدد مراكز العرض وهي أن الكمية المنقولة من كل مركز عرض لا تتجاوز كمية العرض لهذا المركز أي أن مجموعة X1-1 زائد X1-2 زائد X1-3 وهكذا إلى X1-N لابد أن يكون أقل من أو يساوي كمية العرض في هذا المركز S1 وهكذا X2-1 زائد X2-2 إلى X2-N لابد أن يكون أقل من أو يساوي S2 وهكذا زي ما قلت في البداية عدد القيود هنا عدد قيود العرض يساوي مراكز العرض يساوي عدد مراكز العرض فيكون عندي عدد من قيود عددها M لهو نفسه عدد مراكز العرض عندنا أيضا قيود تسمى قيود الطلب قيود الطلب تمثل أنه يجب أن تكون الكمية المنقولة إلى كل مركز طلب مساوية لكمية الطلب أي أن X1-1 زائد X2-1 إلى XM1 مجموعة لابد يساوي D1 X1-2 X2-2 إلى XM2 لابد أن تساوي D2 وهكذا إلى X1-N X2-N زائد XM-N لابد أن يساوي D-N طبعا بالإضافة إلى قيود عدم السلبية أو قيد عدم السلبية أن جميع المجاهيل أو جميع المتغيرات لابد تكون أكبر من أو يساوي الصفر طبعا زي ما قلت عدد المتغيرات دايما أو عدد المجاهيل يساوي M عدد مراكز العرض ضرب N اللي هو عدد مراكز الطلب